سخط المعتقلين في سجون النظام الإيراني سلط الضوء على تعامل طهران مع تداعيات فيروس كورونا فالظروف التي يعيشون فيها لا تمكنهم من تفادي الإصابة بالفيروس أو الوقاية منه ما ولدها لعنوى تمردا ثم هروبا جمعيا بعض تلك السجون التي شهدت حالات تمرد سجن إليغودرز في الحادي والعشرين من مارس وقع تمرد لكن السجناء لم يتمكنوا من الهرب بحسب مصادر محلية سجن تبريز في السادس والعشرين من مارس تمرد سجناء في عنبرين احتجاجا على التمييز في تنفيذ العفو العام الصادري من المرشد الإيراني انتهى بالقمع برسلون خرم أباد في السادس والعشرين من مارس تمكن ثلاثة وعشرون سجينا من الهرب وقتل أحدهم أثناء إطلاق النار لكن وكالة إيرن الرسمية نفت ذلك سجن سقز بمحافظة كردستان في السابع والعشرين من مارس ذكرت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري أن تمرد وقع في السجن أسفر عن هروب ما بين خمسين إلى ثمانين سجينا لا يزال البحث جاريا عنهم سجن ألوند بمحافظة همدان في الثامن والعشرين من مارس حيث أفادت مصادر محلية بحدوث احتجاجات واشتباكات في السجن مكنت بعض النزلاء من الفرار اشتباكات في السجن عاد الأباد في الشيراز في التاسع والعشرين من مارس بين الحراسي والسجناء وأمام ممارسات النظام الإيراني الذي يواجه بالأصل اتهامات بالتضليل وإخفاء الحقائق خرج النشطاء عن صمتهم للتعبير عن مخاوفهم من تكرار ذات السيناريو ولكن داخل السجون التي وفقا لوكالة هرانا المنبر الإعلامي لنشطاء حقوق الإنسان في إيران تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد السجناء المصابين بفيروس كورونا لينضم أيضا نشطاء مدنيون وسياسيون إيرانيون للتعبير عن ذلك القلق عبر بيان حمل مواقف المرشد الإيراني علي خامنئي المبنية على نظرية المؤامرة مسؤولية تفشي الوباء روان حمزة العربية ترجمة نانسي قنقر